يقول السؤال نسبة للحجامة استخراج الدم من الجسد من مواضع معينة يعرفها أهل الخبرة وقد جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وقال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي يعني آخر الدواء هذا يجعل النهاية الكي والحجامة ثبت أن عمو عليه الصلاة والسلام احتجم تعاطاها تنفع في أنواع من الصداع والشقيقة وألام الرقبة والبطن وألام الروماتيزم وأمراض الدورة الدموية وهناك حالات كثيرة تنفع فيها الحجامة ولا يكون لها مضاعفات جانبية ككثير من الأدوية ولها أوقات معينة أحسن من أوقات فإذن الحجامة أمر عظيم ما مررت على ملأ من الملائكة في المعراج إلا وأمروني أن أمر أمتي بالحجامة لكن لا يصح أن يكون بها من لا يحسنها بعض الناس ما عنده شغلة فيشتغل حجام وهو ما عنده خبرة بالحجامة هذا ممكن يفسد ممكن يصير فيه نقل الدم يعني عبر الأدوات غير النظيفة غير المعقمة ممكن تنتقل فيروسات جراثيم فإذن لا بد أن يكون صاحب خبرة ويحسن ما هو مجال يدخل فيه من هب ودب شكرا